لما كانت دائرة الخصومة والنزاع أقرب للإنسان كانت أشد إيلامًا وخطرًا على نفس الإنسان كالنزاعات العائلية إذا عند نزاع في داخل عائلته مع زوجه مع أبنائه مع والديه كذلك مع الأرحام إخوانه أقربائه وفي دائرة الزملاء والأصدقاء موظف يشتغل في دائرة الزملاء الذين معه في العمل إذا حصلت خصوم بينه وبينهم هذه ضمن الدائرة القريبة من الإنسان تسبب إيلامًا وأذن للإنسان الدائرة القريبة تداخل مصالح الإنسان معها فتكون أقدر على إيذائه تعرف أسراره تعرف مناطق ضعفه وبالتالي تسبب ألماً أكثر للإنسان ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال عداوة الأقارب أشد من لسع العقارب إذا حصلت عند الإنسان عداوات في دائرته العائلية أو دائرة القريبين منه هذا يسبب له إيذاءً يصبح مصدرًا لقلقه وانزعاجه النفسي ومع كل أحدٍ في محيط الإنسان مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الآخرين أي عداوة؟ العداوة تُشبَّه بالنار القليل منها كثير القليل منها مؤذٍ وضار لذلك على الإنسان أن يحرص على تجنُّب الخصومات والنزاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ولو بالتنازُل عن بعض حقوقه المادِّي في بعض الأحيان قد يستطيع الإنسان تجنُّب نزاعٍ أو صراعٍ على مصلحةٍ على مكسبٍ مادي يتنازل عن هذا المكسب صح وسيخسر مادِّيه لكنه سيحمي نفسه من أذن معنويٍ كبير ومن خسارةٍ أخلاقيةٍ كبيرة لذلك فليفدي نفسه مبلغ مصلحة راحت بس هو يكسب راحته النفسية البعض من الناس تحصل عند حالة من المكابرة ما يريد يخسر شيء حاضر يدخل خصومة وعداوة ولو على مصلحةٍ محدودة ولو على مكسبٍ محدود هذا خلاف الوعي خلاف العقل على الإنسان ألا يُبادِر أحدًا بخصومة في قولٍ أو فعل وإذا ما حاول أحدٌ استدراجه لخصومة فعليه أن يتحلَّ بالذكاء وضبط الأعصاب حتى لا يقع في الفخ ترجمة نانسي قنقر